نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية دولية عن دور المرأة في عمليات حفظ السلام بحضور كوادر شراطية نسائية من 13 دولة أفريقية طلع مصر بدور محوري في منظومة حفظ السلام الدولية من خلال مساهمتها الفعالة في قوات حفظ السلام ومنها المساهمات الشراطية التي تعد لأكبر من بين الدول المساهمة ومن بينها عناصر شراطية نسائية وكان إنشاؤه مصر للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة تتويجا لتلك الإسامات من هذا المنطلق نظم المركز دورة تدريبية دولية بعنوان دور المرأة كعنصر شراطي أو مدني في مهام حفظ السلام ومناطق الصراعات بحضور كوادر شراطية نسائية من 13 دولة أفريقية أنا سعيدة جداً وفخورة أن ألتقي بمجموعة من السيدات من الكارة الأفريقية فرانكوفون وأنجلوفون وهم من الشرطة في دولهم ونحن نتكلم عن دور المرأة في عمليات مكافحة الإتجار في البشر في مناطق الصراعات أهمية الفرقة دي بيرجع لدور العناصر النسائية في عمليات حفظ السلام في حماية المدنيين خاصة الفئات الضعيفة منهم زي النساء والأطفال التدريب في المركز يتم في إطار معايير التدريب الأممية ويستهدف عناصر الشرطة المصرية والأجنبية الذين تم ترشيحهم أو يخدمون بالفعل في عمليات حفظ السلام وجاء تنظيم تلك الدورة التدريبية الأولى من نوعها لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الشرطية النسائية لأداء ما همها في حفظ ودعم السلام وتأتي في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وتضمن برنامج الدورة عددا من المحاور النظرية والعملية في مقدمتها دور العنصر النسائي في إدارة الأزمة الأمنية والتدريب على أليات دعم المرأة في المجتمع وحماية المدنيين وسيناريوهات عملية للمواقف الأمنية أثناء الصراعات ترجمة نفسية لقد يتم بإمكانية هذه التعاونية لقد يتم بإمكاني هذه التعاونة والمدني يجب أنه تروني لأننا نفتح بإمكاني حتى الآن كنت أننا موجود حتى حالياً كنتنا نحن كذلك ولكن عندما نفتح بإمكاني هذه التعاونة الآن نحن بكثرة وفي ختام فعاليات الدورة أقيمة احتفالية للمتدربات أشدنا خلالها بالتطور الكبير في المنظومة التدريبية بأكاديمية الشرطة وأعربنا عن تقديرهن وشكريهن لمصر على تنظيم تلك الدورة التدريبية المهمة وكانت تشعر جداً وقد أشعر جداً كل الناس كانت بأكاديمية لنا لقد أحبت المنظومات ومعارضة ومعارضة ويجعلني أن أدخل أكثر من الأحيان الإيجيب ويجعلني في المنظومة التدريبية وتأتي تلك الدورات تأكيداً على دور مصر الريادي في مجال حفظ السلام ومساهمتها بعناصر شرطية ذات كفاءة عالية في المناطق المستهدفة أشهد بها المجتمع الدولي وبالدور المحوري لمصر في هذا المجال عبداللبركات التلفزيون المصري